اهلا وسهلا بحضراتكم بعد ما قدر ان هو يتغلب على النادي الاهلي المصري اللي كان مسيطر على الشوط الاول من المباراة وبعض من الشوط التاني ولكن للأسف ما قدرش ان هو يحرز اهداف ترجح كفته على الفريق البرازيلي النهاردة وبعد ساعات الليلة هيلتقي فريق منشستر سيتي الانجليزي مع نظيره اوروة ريد ديامونز الياباني وطبعا تكون المواجهة المقرر اقامتها تحديدا الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على برضو نفس الملعب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية هتكون ضمن منافسات ايضا الدور النصف النهائي لبطولة كاس العالم للاندية واللي بتصطدفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 لحد 22 ديسمبر الجاري وبيشارك فيها 7 اندية من مختلف قرارات العالم بيعتمد مدرب الستي الشهير بيت جورديولا على العديد من النجوم خلال هذه المباراة وعلى رأس نجوم منشستر سيتي في هذه المباراة هو جوليان الفارز وجاك جريليتش وكمان برناردو سيلفا ورودي في الوقت طبعا اللي بتحهم فيه شكوك حاول مشاركة النجم الاول للفريق وهدافه انرويجي ايرلينج هالند رغم طبعا تواجده برفقة الفريق طبعا مع كيفين دي براون ضمن قائمة الفريق كمان كيفين دي براون بعض الشكوك بتدور حاول مشاركته ولكن الاتنين موجودين في قائمة الفريق الانجليزي للمباراة ولكن هيشارك من عدمه دي هترجع للرؤية الفنية ومدى استعداده وجاهزيته للمباراة بيعتبر مشاركة السيتي هي الاولى في تاريخه بكاس العالم للاندية لانه توج طبعا توج بالدوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في النسخة الماضية وده كان على حساب انتر ميلان الايطالي في نهاي دوري ابطال اوروبا وبتسعى كتيبة المدرب بيب جورديولان هي تفوز في هذه المباراة علشان تخطف تدقارة العبور للمباراة النهائية وبتواجه تحذير للمنافسين بصفته طبعا هو المرشح الابرز لحظ اللقب العالمي كاس العالم للاندية وبيحلم طبعا فريق منشستر سيتي انجليزي ان هو يحقق هذا اللقب لان هو ما يدمنش اذا كان هيشارك فيه مرة قادمة ولا لأ طبعا زي من خضراتكم عارفين بطول الدوري ابطال اوروبا بتشهد منافسة كبيرة من عدد كبير من الفرق من مختلف الدول الاولوبية وبالتالي الحصول عليها مش بتكون مهمة صعبة ابدا ومجرد تحقيقك لهذا اللقب بتفتح قدامك السكة قدام كاس العالم للاندية فلينا نتكلم شوية عن لوائح الفيفا الخاصة بهذه البطولة الفيفا بتقول ان بطل اوروبا هيبدأ منافسات المونديال من الدور النصف النهائي مع بطل امريكا الجنوبية وده طبعا اللي حصل خلال هذه البطولة زي ما شفنا في لومينينسي اللي هو بطل امريكا الجنوبية بيلعب مع النادي الاهلي من دور نصف النهائي وايضا الفريق الانجليزي منشستر سيتي بيبدأ مع الفريق الياباني برضو من نصف نهائي البطولة العالمية كمان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعلن عن طاقم تحكيم سعودي لادارة المباراة الخاصة واللي هتجمع منشستر سيتي الانجليزي مع اوروة الياباني وهيدرها محمد الهويش مباراة الستي ووروة الياباني وبيساعدوا كل من خلف الشمري وياسر السلطان ويكون كمان النيوزيلاندي كامبل كيريك حكم رابع لهذه المباراة كليني كمان اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي هينتظر الفريق الخاسر من مباراة منشستر سيتي الانجليزي ووروة الياباني واللي هتقام النهاردة بعد ساعات قليلة وتحديدا الساعة 8 مساء في نصف نهاية كسر عالم للاندية عشان هتكون هي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وبالتبعية طبعا المدالية البرونزية في مونديال الاندي اذا الاهلي على موعد مع لقاء منشستر سيتي في حالة هزمته او اوروة الياباني في حالة هزمته ايضا علشان يبطقي الفريق الفائز في نهاية البطولة مع فلومينينسي اللي صعد للنهائي بعد تغلبه على النادي الاهلي خلينا اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي بيشارك في هذه البطولة للمرة التسعة في تاريخها وفي تاريخه ايضا واللي بتقام للمرة العشرين على مستوى العالم هو تاني اكثر اندية العالم مشاركة في البطولة وده بعد اوكلان سيتي نيوزيلاندي وهو متصدر القائمة ب11 مشاركة في هذه البطولة لعب الاهلي 23 مباراة وهو اكثر الفرق لعبا في البطولة بيلي اوكلان سيتي ب18 مباراة كل التوفيق طبعا للفريتين الفريق الانجليزي والفريق الياباني والتوفيق للنادي الاهلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع واللي هتجمعه مع احدى الفرقتين بعد طبعا نهاية هذه المباراة وتحديد الفريق الخاسر علشان يواجه النادي الاهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بشكر حضراتكم في النهاية على حسن المتابعة وإلى اللقاء